السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر اجتماع فرجاني ساسي مع مصطفى محمد في تركيا أصار فرجاني ساسي نجم ناديا زمالك الجدل عبر السوشيال ميديا بعد صورته التي تم نشرها برفقة نجم زمالك المنطق الحديثا لصفوف جلت سرايا التركي مصطفى محمد وقام مصطفى محمد بنشر صورا تجمعه مع فرجاني ساسي عبر ستور الانستجرام على حسابه الرسمي وكان قد أعلن زمالك في وقت سابق عن سفر ساسي إلى بلاده تونس بعد حصوله على إذن بذلك عقب ترده بمباراة غزل المحلة وغيابه عن مباراة الاتحاد السكندري في الدوري وجهت السؤال لتؤكد على تواجد ساسي في تركيا مع مصطفى محمد وليس تونس كما أعلن زمالك في وقت سابق ووفقا لما علمه موقع الهداف 24 فإن اللاعب قد سافر بالفعل إلى تركيا من أجل التسوق هناك وشراء بعض المنتجات وحرص على مقابلة زميله السابق في الفريق مصطفى محمد والتقاط معه بعض الصور يذكر أن زمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء بالدوري وقد عاد اللاعب مرة أخرى للمشاركة من جديد مع الفريق ويستعد بقوة للمباراة وشارك ساسي في مباراة مولدية الجزائر الماضية بدوري أبطال أفراقيا في أولى مباريات دور المجموعات للموسم الجديد والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف وشهدت المباراة إصابة خفيفة لساسي إلى أن اللاعب شارك سريعا في التدريبات الجماعية للفريق وعلى صعيد آخر عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لقرة القدم بنادي الزمالك جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعب على هامش مران الفريق بالأمس وقال عبد الحليم علي مدير القرة إن الجلسة كانت مسمرة للتأكيد على تكاثف الجهاز الفني واللعبين استعدادا للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو بدوري الأبطال وأشار مدير القرة إلى أن الفريق يسب تركيزه حاليا من أجل مواصلة الانتصارات على المستوى المحلي للحفاظ على الصدارة ترجمة نانسي قنقر